الحمد لله وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد هذه حلقة جديدة من كلمات قد تفهم خطأ في القرآن الكريم واليوم مع سورة آل عمران الآية 37 قول الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا المقصود بالمحراب المكان الذي كانت فيه مريم عليه السلام تتعبد الله تبارك وتعالى وليس المقصود المحراب المعروف الفراغ الذي يكون في قبلة المسجد الذي يقف قبالته الإمام الآية 55 قول الله تبارك وتعالى إذ قال الله يا إيسى إني متوفيك ورافعك إلي المقصود بالوفاة هاهنا النوم وليس المقصود الموت الآية 135 قول الله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يعني إذا صدر منهم ذنب اتبعوه بالتوبة وليس المراد ذكر الله باللسان فقط الآية 152 قول الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه يعني تقتلونهم بتسليطه إياكم عليهم وليس من الإحساس الآية 153 قول الله تبارك وتعالى إذ تصعدون يعني في الجبل هاربين من عدائكم فهو من الإصعاد لا من الصعود والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر